السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله زوجة الفنان الهندي عرفان خان بكت الملايين الهنود بخبر وفاته وفاته كانت صدمة على جميع الهنود وعلى محبيه هذا الفنان الجميل كان طيب القلب كان محبا لاصدقائه وزملائه في الفن الهندي العريق وتوفي الاربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراح طويل مع المرضى سرطان وانا متحدث باسم الممثل ان عرفان خان توفي بعد ادخاله المستشفى كولوكي بينا دو اربي ام باني في موباي بسبب عدوى في القولون شكل حالة من الحزن الشديد على اسرته وعلى محبيه وجاء في بيان نشر فريق الممثل عرفان كان روحا قويا شخص قاتل حتى النهاية ولا موضى دائما كل من اقترب منه وحبه شكل حالة من الحزن الشديد على جميع الهنود بخبر وفاته وظهر خان لأول مرة على الشاشة في الفيلم المرشح لجائزة الاسكر عام 1988 سلام بومباي والذي يدور حول اطفال الشوارع في مدينة موباي وشارك الممثل المشهورة ايضا في فيلام شهيرة مثل فيلم الموليا نيرا المتشرد الذي تم ترشيحه العشر جوائز اسكر في عام 2009 وحاز بجائزة افضل فيلم وزارة في فيلم العالم الجو روسي وفيلم الرجل العنكبوت المزهل وفيلم حياة باية وعمل مع مخرجين مثل مير نيورو ويسا اندروس انغلي اصيب خان في عام 2018 بسرطان الغدة الصمام العصبي النادر وخضع الشهر من العلاج في المملكة المتحدة فهذا خان باع عدد من جوائز الافلام المحلية في الهند كما في ذلك جهازة الفيلم الوطني الهندي العام 2012 الأفضل الممثل على أداءه في بان سينغة تو مورا وهو قصة بطر رياضي قاعد فيها الكوات المسلحة الهندية يحكم وادي شنبول في وسط الهند وحصل على جائزة الروح المستقلة لدعم الممثل في الدراما الهندية الامريكية السمع من إنتاج عام 2010 وجائزة اختيار المشاهدين في مارجان كان 2013 لدوره في الدراما الروح المنسية الهندية صندوق الغداء وانهلت عبارات الرساء من النجوم بيلود ومن بينهم أمين تب باتشان الذي قال أنا حزينة بخبر وفاة خان كان مهبرا ومساهم غزير في عالم السينما وكتب باتشان على تويتر تركنا سريعا جدا في مقابلة مع وكالة سيوتي إيد بيريس في عام 2018 قال خان قد رأيت الحياة من زوية مختلفة تماما تجلس وترى الجانب الآخر وهذا راع أنا في مرحلة صعبة ورحلة صعبة وبكت وأبكت الملايين عليه زوجته بعد خبر وفاته وشكل حالة من الحزن عليها حين علمت بخبر الوفاء والهنود أبكوا بقوة وأبكوا الملايين من عشاق الفنان المشهور عرفان خان راحلة في صمت وهدوه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله